أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن عدد المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ مليونا وتسعمائة ألف شخص بنسبة نمو بلغت تسعمائة وأربعة وثمانين بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 نعم يأتي ذلك تماشيا مع نجاح خطة التعافي السياحي والتي أعلن عنها فريق البحرين وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا مع نجاح خطة التعافي السياحي التي أعلن عنها فريق البحرين العام الماضي سجلت مملكة الوحرين نجاحا متميزا خلال الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ عدد المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين خلال هذه الفترة مليونا وتسعمائة ألف نسمة منهم مليون وسبعمائة ألف جائر لأغراض سياحية وبنسبة نمو بلغت تسعمائة وأربعة وثمانين في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2021 ويأتي نمو ارتفاع عدد السياح وخجم الإنفاق البلغ ثمانية وسبعين دينارا يوميا تماشيا مع نجاح مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا إلى جانب افتتاح جسر الملك فهد بعد تخفيف قيود الجائحة قطاع السياحة شهد تعافيا كبيرا ومن مظاهر هذا التعافي زيادة نسبة إشغال الفنادق في البحرين حيث بيّنت الإحصائيات أن فنادق من فئة خمس نجوم شهدت متوسط إنسبة إشغال بلغت مستويات أفضل من العام الماضي وقفز عدد الليالي السياحية في البحرين إلى 79% خلال شهر مارس الماضي نتيجة عودة الحياة لطبيعتها والتغلب على ظايروس كورونا بفضل سياسات الحكيمة لفريق البحرين في تصدل الجائحة التي ضربت العالم وشلت حركة السفر والسياحة في مختلف دول العالم وتجني الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية والأماكن المخصصة لاستقبال السياح مئات الملايين من الذنانير شهريا من إنفاق السياح أثناء زيارتهم للمملكة التي تعمل بجهد على تطوير وتنشيط القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ترجمة نانسي قنقر